بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الرياضة المالية الوحدة الثالثة عشر تسوية الديون واستبدالها يتضمن موضوع تسوية الديون واستبدالها حالتين رئيسيتين وهما تسوية مجموعة من الديون القديمة بدين واحد أو تسوية مجموعة من الديون القديمة بمجموعة من الديون الجديدة الحالة الأولى كيف يتم معالجة تسوية الديون القديمة بدين واحد ينظر إلى تاريخ استحقاق الدين الجديد فإذا كان تاريخ استحقاق الدين الجديد يسبق تواريخ الديون القديمة المعالجة أن نحسب القيمة الحالية للديون القديمة في التاريخ الجديد كيف يعني كيف يتم ذلك خلينا نمثل بالرسم لنفرض أنه شخص مدين بمبالغ معينة مثلا X1 X2 X3 0, 1, 2, 3, 4, 5 تمام طيب هذه المبالغ الآن إذا تم استبدالها بدين واحد يستحق قبل في تاريخ يسبق تمام الحالة الأولى تسوية الديون القديمة بدين واحد طبعا في عندي ثلاث حالات فرعية حسب استحقاق الدين الجديد فإذا كان الدين الجديد قبل يعني إذن هون طيب تسوية تسوية الديون القديمة بدين واحد في هذه الحالة نحن ي sele pacing إلى أن تاريخ استحقاق الدين الجديد تسوية الديون القديمة بدين واحد الحالة الأولى هي تسوية الديون القديمة بدين واحد في هذه الحالة ينظر إلى تاريخ استحقاق الدين الجديد وطبعا تاريخ استحقاق الدين الجديد إما أن يكون سابق وإما أن يكون لاحق وإما أن يتوسط الحالة الأولى في موضوع تسوية الديون واستبدالها هي حالة تسوية الديون القديمة بدين واحد وفي هذه الحالة ينظر إلى تاريخ استحقاق الدين الجديد فإذا كان طبعا تاريخ استحقاق الدين الجديد إما أن يسبق وإما أن يلي وإما أن يتوسط التواريخ القديمة فإذن الحالة ألف أن يكون تاريخ الدين الجديد يسبق تواريخ الديون القديمة الحالة الثانية أن يكون تاريخ الدين الجديد يلي تواريخ الديون القديمة الحالة الثالثة تاريخ الدين الجديد يتوسط تواريخ الديون القديمة طبعا في كل حالة من الحالات الثلاثة ألف باجيم هناك معالجة فإذا كانت تواريخ الديون القديمة بعد تاريخ الدين الجديد يعني التاريخ الجديد يسبق في هذه الحالة تحسب القيمة الحالية للديون القديمة في تاريخ الدين الجديد أما إذا كانت التواريخ القديمة أسبق من تاريخ الدين الجديد يعني تاريخ الدين الجديد يأتي بعد التواريخ القديمة في هذه الحالة تحسب جملة الديون القديمة في تاريخ الدين الجديد أما إذا كان يتوسط التاريخ يعني تاريخ الدين الجديد يتوسط تواريخ الديون القديمة في هذه الحالة منحسب الجملة جملة الديون القديمة للديون التي تسبق تاريخ الدين الجديد مضافا إليها القيمة الحالية للديون القديمة التي تلي الدين الجديد طبعا لتوضيح هذه الثلاث حالات بالرسم خلينا نرسم الحالة ألف فإذا عندي خط الزمن تمام 0 1 2 3 4 5 6 7 مثلا طيب عندي X1 دين من الديون يستحق في السنة الثانية أو في الدورة الثانية عندي X2 عندي X3 مثلا شخص عليه ثلاث كومبيالات أو ثلاث ديون الأول يستحق بعد سنتين من الآن الثاني بعد أربع سنوات الثالث بعد ست سنوات اتفق هذا الشخص مع الدائن على تسوية الديون القديمة بدين جديد من سمي X تمام فإن X في هذه الحالة هي عبارة عن القيمة الحالية للدين الأول زائد القيمة الحالية للدين الثاني زائد القيمة الحالية للدين الثالث وذلك في تاريخ الدين الجديد اللي هو نهاية السنة الأولى هذا توضيح لي الحالة ألف بالنسبة للحالة بقى لنفرض 0 وعندي مثلا X1 وعندي X2 وعندي X3 ديون قديمة أو كومبيالات مستحقة في السنة الثانية X1 في السنة الثالثة X2 وفي السنة الخامسة X5 فأراد المدين استبدال هذه الديون بدين واحد خلينا نقول في نهاية السنة السابعة فمن سميه X هذا الدين الجديد من سميه X تمام في هذه الحالة فإن قيمة X هي جملة X1 وجملة X2 وجملة X3 متى في نهاية السنة السابعة في تاريخ الدين الجديد طيب الحالة الثالثة G هاي صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة مثلا عندي X1 في السنة الثانية وعندي X2 في السنة الخامسة وعندي X3 مثلا في السنة السادسة اتفق الدائن مع المدين على استبدال الديون القديمة X1 X2 X3 بدين جديد يستحق في نهاية السنة الرابعة في هذه الحالة تأخذ جملة X1 لأنه يسبق الدين الجديد فيؤجل X1 ويعجل كل من X2 وX3 فتأخذ القيمة الحالية لX2 والقيمة الحالية لX3 وذلك جميع الديون تصبح استحقاق السنة الرابع طيب خلينا ناخد مثال استبدل شخص الديون التالية بدين واحد يستحق بعد عام واحد من تاريخ الاتفاق علما بأن التسوية تمت بمعدل 10% سنويا الديون القديمة هي 10 ألاف ريال تستحق بعد ثلاث سنوات و5 ألاف ريال تستحق بعد خمس سنوات المطلوب احسب قيمة الدين الجديد بالتمثيل بالرسم هاي صفر هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة طيب عندي دين مقداره العشر ألاف في نهاية السنة الثالثة يعني هون في عشر ألاف تمام وعندي خمس ألاف في نهاية السنة الخامس هذه الخمس آلاف الآن الدين الجديد يستحق متى بعد عام واحد يعني اليوم احنا بنتكلم اليوم أو الاتفاق يتم اليوم تمام فاتفق الدائن مع المدين على أن يكون هناك دين جديد يأتي في السنة الأولى بدلا من العشر آلاف والخمس آلاف لاحظ أنه الدين الجديد يأتي في تاريخ قبل تواريخ الديون القديمة في هذه الحالة نطبق القاعدة ألف بأن نحسب القيمة الحالية للديون القديمة في تاريخ الدين الجديد وبالتالي يكون الحل X اللي هي قيمة الدين الجديد تساوي عشر آلاف هذا الدين الأول في واحد زائد معدل الفائدة اللي هي عشرة في المية مرفوعاً للقوة ناقص 2 القيمة الحالية ليش ناقص 2 خلينا نرجع للتوضيح العشر آلاف تأتي في السنة الثالثة والدين الجديد في السنة الأولى إذن سيعجل الدين الأول لمدة سنتين من السنة الثالثة سيدفع في السنة الأولى أما الدين الثاني سيعجل من السنة الخامسة وحتى السنة الأولى سيعجل أربع سنوات أما هذا سيعجل سنتين وبالتالي يكون الحل عشر آلاف في واحد زائد عشرة في المية للقوة ناقص 2 وخمس آلاف في واحد زائد عشرة في المية للقوة ناقص 4 هكذا تحسب القيمة الحالية طبعاً الإشارة هات هذه معناها للقوة يعني بمعنى كأني أنا بكتب واحد زائد عشرة في المية تمام للقوة ناقص 2 وهذه واحد زائد عشرة في المية للقوة ناقص 4 إذن هات معناتها للقوة هات معناتها للقوة طيب واحد وعشرة في المية للقوة ناقص 2 هي قيمة جدولية من جدول القيمة الحالية لريال واحد نجدها تحت معدل 10% مقابل الزمن 2 هذه القيمة هي عبارة عن فاصلة 826 طيب القيمة 11% للقوة ناقص 4 هي قيمة جدولية من جدول القيمة الحالية لريال واحد نجدها تحت المعدل 10% مقابل الزمن ناقص 4 نضرب 10000 في فاصلة 826 ونضرب 5000 في 6.683 الناتج هو 8260 زائد 3415 إذن قيمة الدين الجديد X هي 11675 هذا يعني أن المدين سيسترجع كومبيالاته القديمة العشر آلاف والخمس آلاف التي تستحق بعد ثلاث سنوات العشر آلاف والتي تستحق بعد خمس سنوات هذه الكومبيالات ستلغى أو ستسترجع ويحرر مكانها كومبيالة واحدة بقيمة 11675 تأتي في نهاية السنة الأولى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة